نشاط المنظمة الخاصة لواس وارتشافها الحلطة الخامسة والثلاثون من سلسلة التيار الاستقلالي في الجزائر من النشأة إلى غاية 1954 ميلادي ثالثا نشاط المنظمة الخاصة وارتشافها رامت المنظمة الخاصة إلى غاية 1949 ميلادي بعدة عمليات نفكر منها تصفيت بعض الخوانة من أذنب الاستعمار وحماية المناظرين من مذايرات الشرطة حيث فيما بين 1945 و1948 ميلادي انتقل تأثير من المناظرين المطاردين من قبل الشرطة إلى مناطق نائية وإلى الجبال هربا من إيجال الشرطة منع مناظرين منظمة من الاستقالة حيث تمت عدة عمليات للسيطرة على المناظرين الذين تراتوا العمل في المنظمة أو الذين كانت تحوموا حولهم الشطور الخاصة بتسريب معلومات تخص الجهاز إلى الأمن كلف مناظر المنظمة الخاصة بمهمة جد خطيرة ففي وهران مثلا تلق أمرا بالسهر على مجرايات الانتخابات وإحلاق السندير في حالة مخالفة الإداءة للقوانين ولما حست المنظمة الخاصة بأنها رادئة على ارتحام الميدان والقيام بالعمليات المطلوبة منها طالبت الإيد من المرتب السياسي لتنفيذها فأذن لها فنظمت عمليات مهمة وخطيرة من أشهرها الهجوم على باريد وهران بالتاريخ 5-6 أفريل 1949 ميلادي وفي ذلك يقول أحمد بن بلى في مذكراته إننا لا نعدم نطودا في الجزائر وإنما يجب أن تأخذها حيث ما توجد في الباريد أو في البنوت لنتم منطقيين مع أنفسنا إذا كنا على استعداد للتضحية بحياتنا في هجوم عنيف ضد المحتل فلا ينبغي أن تخفر احتراما أمام خزائنه المالية ونظر للتخوف من تخلف العمل الثوري بسبب خطورة الموقف المالي للمنظمة تم تنتم من إيجاد مفتاح تمويلها الذاتي بفرطة عمة المؤسسات العمومية القبرى التي وضعتها من قبل وطع الاختيار على مرتب الباريد المتازي بوهران حيث قدم أحد المواطنين وهو نميج جلول الموظف بالباريد إلى بن بلى ومحمد يوسف الذي كان متلفا بمهمة في وهران طل المعلومات الهمة والمساعدة على إتمام العملية وطلب من نميج جلول ملازمة مرتبه في الباريد حتى لا يثير الشرور وتلافت القيادة تحمد باختيار عناصر التي تقوم بالعملية وتضامن تولمين أحمد بن بلى بوشايب سويداني بوجمع حداد عمار رابح لطيوي وبنزاق وخيتر وطلف حمو بوثليلس بإيجاد ماوى للرجال وتخبه في الأموال وأسلحة العملية وتانى على الساعة خيطرا لا يبتعد عن أمين السندور ويجري بانتباه العامل الموجود بشبات الباريات من خلال ترديمه النص بارية حررت بالإنجليزية والنص تانى قد أعده أيت أحمد وبعد الترتيبات المحتامة تهدت العملية أن تفشيل بسبب العطلة المفاجئة في السيارة التي خصصت للقيام بالمهمة لكن تم تنفيذ العملية بعد استبدالها وتانت حصيلته 3.170.000 فرانط ردين وجارت فعل السلطات الفرنسية عنيفا بإعلان حالة الطواري والقيام بمحاصرة شاملة المنطرة وتوقيف مجموعة من المناظرين ونظر لنجاح العملية عين المرتب السياسي أحمد بن بلة تمسؤول عن المنظمة الخاصة خلفا لأيت أحمد الذي كان يعارضه الكثيرون خوفا من توجهاته البربرية وهناك عملية أخرى قامت بها المنظمة الخاصة هي تفجير تمثيل أمير عبدالقادر في تاشرو حيث أشاء أولي العام نايدولامبي بناء تمثيل الأمير عبدالقادر في تاشرو بالغرب الجزائري إثر حملا موجهة بأن الأمير عبدالقادر هو صدير فرنسا في محاولة منه لتحدي معنويات ومشاعر الرأي العام الوطني والمس بشرف الأمير عبدالقادر وردا على المناورات الحاكم العام جاءت عملية تفجير التمثيل وأتلت المهمة إلى خمسة من المناظرين بقيادة محمد ماروت ألات العملية فشلت بسبب رضاية المواد المستعملة وتصرب الملاء إليها طبل أن تنفجر وتذيت عملية الهجوم على منجم الوزن الموجود بولاية تبسا وتذى الهجوم على محافظة الشرطة ببوداو الضواحي العاصمة وغيرها وقد بدأ من خلال تلتلت العملية أن المنظمة عازمة على رفع السلاح في وجه الاستعمار الفرنسي وحملت السلطات الاستعمارية حزب حارة الانتصال للحريات الديموراطية مسؤولية تنفي تلتلت العمليات المختلفة فتان رده أن تبرى من ذاته واتهم السلطات الاستعمارية بتدمير المعامرة ضده وبما أن طواني الحز تقتضي أن المناظر الذي يلتحق بالنظام العسكي متطوعا لا يمكن أن يغادره حيث يصبح في حفزة أسراء تبيرة إذا أفشى يعرض المنظمة للخطر والنتيجة لهذه الصرامة فقط تعرضت في 18 مارس 1950 ميلادي لضرب عنيفة حيث وطع أحادي ثلان وراء تفتيت المنظمة السرية إثلان الاشتباه في إطار محلي للمنظمة الخاصة هو خيار عبدالقادر يدعى رحيم في إعطاء معلومات إلى الشرطة وتطعم بتنظيم العملية تول من ديدوش مراد واختار معه مصطفى بن عودة وعبدالباقي بيتوش وحسين بن زعيم وإبراهيم عجامي توجه الجامع إلى تبسة أخذوا عبدالقادر الخيار بهدف قتله فضربوه ضربا قويا حتى اعتقدوا أنه تتفارق الحياة فتراته ولكنه نجى من الموت وتوجه إلى السلطات الاستعمارية واطلع على حقيقة المنظمة العسكرية وما سهل مهمته وتعرفه على أطم الصيارة التي اختطفت رحيم فلاحقتها وأوقفتها في ودي زناتي ألقي الربض على سائقها وفر بعضهم وكانت تلك فرصة لمصالح الشرطة للوجوء إلى القمة فقامت بحملة اعتقالات وعذبت المستجوبين أثناء استنطاطهم فلم تجد صعوبة في تتبه حلقات السلسلة وتوسعت حملة الاعتقال من تبسة إلى سطهرص إلى بيجاية لتعم أرجاء الوطن وكانت الحصيل حوالي 400 عملية اعتقال وصدر 200 حرب تصل إلى عشر سنوات سجنا والمنع من الإطامة والحربان من الحقوق المدنية اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إن تحميد مجيد اللهم بارت على محمد وعلى آل محمد ما بارت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إن تحميد مجيد